اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج الترند وزي ما انتم متعودين كل يوم في البرنامج الترند من الحد للخميس بنعمل فقرة حوارية مختلفة عن اليوم اللي قابله او حتى اليوم اللي جاي ليه؟ لازم يبقى فيه تنوية يوم بنتكلم على المستوى الصحافة بتكتب بيقول ايه السوشيال ميديا ريت ناش ايه يوم بنعمل فقرة مع نجم النهاردة معوعدنا مع فقرة مهمة جدا ليه علاقة بالارقام والمقارنات والمنافسات المقبلة للنادي الاهلي من خلال رؤية رقمية هيشرحنا ويقدمها معانا دكتور احمد سابت المحلل الفني لقناة النادي الاهلي دكتور احمد بنور الدنيا وصعدها بوجودك شرفتنا ونورتنا في برنامج الترند نور حضرتك ودائما مطالق كده ومكسر الدنيا ومبروك على البرنامج الله يبارك فيه هبدأ معك بقى وانت جاي لنا من بعيد احنا طبعا كنا على الهوى مش متابعين مباراة المنتخب شفنا الشوت الاول قبل ما يبدأ البرنامج ولكن في اثناء الشوت التاني المباراة لسا مستمرة والتعادل الاجابي واحد واحد واحنا خلاص في الدقاءة الاخيرة جاي وبتتفرج على المباراة وشايف مصر وبيتسوان شايف اداة المنتخب ازاي والنتيجة اللي ممكن لبعض يشوفها مفاجأة لغاية دلوقتي وكابتن حسام حسن يعني انا شايف ان هو عامل شغله كويس مع المنتخب وغض النظر عن النتيجة هو بيجرب كل ماتش النهاردة عامل 8 تغييرات عن المباراة السابقة يعني بيجرب بيعمل فرقتين ودي حاجة تحساب له اول حاجة مثلا في حراست المرمى محمد الشناء ومصطفى شبير يعني ده بيعمل فرقين المساكين كان هو طبعا بيلعب رامي ربيعة بيلعب محمد عبد المنعم النهاردة بنشوف محمد ربيعة وبنشوف احمد رمضان بكهم ناحية اليمين الماتش اللي فات كان في احمد عيد اللي هو الزهير الايمن بتاع النادي المصري النهاردة بيخش عمر كمال عبد الواحد ناحية الشمال ده المكان الوحيد اللي ما بدلش فيه خالص محمد حمدي هو اللي لعب كل الماتشات تقريبا وعمل معاه متقلق عامل اربع اهداف صنع اربع اهداف اكتر لعب صنع اهداف في فترة كابتن حسام حسن محمد حمدي عامل اربع عسست اللي في وسط الملعب كان احمد نبيل كوكا في الماتش اللي فات في المركز ستة النهاردة بنشوف مروان عطيها مروان عطيها الاساسي ودخل احمد نبيل كوكا كان فيه محمود صابر وفيه محمد شحاطة الماتش اللي فات اللي هم الاثنين التمانية النهاردة ناصر ماهر ويتريزيجيه في المركز تمانية وتريزيجيه على فكرة النهاردة بيسجل الهدف السادس ليه مع المنتخد تحت قيادة حسام حسن ستة اهداف هو هدف المنتخد تحت قيادة الكابتن حسام حسن ستة اهداف واسست فهو بيطلب دايما من الاثنين التمانية منشوف اجازة حد محمد شحاطة التمانيات بتاعت الكابتن حسام اللي هم الاثنين التمانية دايما بيكملوا جوه منطقة الجزاء الاجنحة النهاردة بنشوف طاهر محمد طاهر ده للماتش التاني على التوالي وعمر مرموش اللي بيرجع اساسي ومصطفى محمد يعني لو لاحظت هتلاقي ان هو مغير تمانية واللي كانوا سبتين من التشكيلة طاهر محمد طاهر وربيع اللي هو المساك ومحمد حمدي تلاتة بس هو اللي سبتهم فالتغيير الكتير اكيد بيعمل نوعا ما عدم انسجام بس هو بيجرب مدرب عنده الجرأة بشوف ان هو بيعمل فرقتين ده حاجة كويسة تحسب له النهاردة احنا ضيعنا فرص كتير الشوت الاول ضيعت فرص الشوت التاني برضو لسه كان فيه من شوية كرة لابراهيم عادل ضيعا كانت خطيرة جدا يعني انت عامل اداء نوعا ما مش وحش اداء مقبول بس بشوف دايما ان التغييرات هي اللي خلت النتيجة كده التغييرات الكتير التغييرات الكتير